بسم الله والحمد لله والصلاة على رسول الله أهلا وسهلا بكم مرة ثانية في حلقة الدورة التأهلية لحياة الزوجية التي تتحدث عن طرق احتواء المشاكل الزوجية كنا نتحدث أنه من قواعد احتواء المشاكل الزوجية إقامة جلسة نقاش لكن جلسة النقاش بينك وبين زوجتك تحتاج إلى شروط الشرط الأول أن تكون على انفراد وأن تكون بعيدا عن الغضب وابدأ كلامك بأنا ولا تبدأ كلامك بأنت ثم لا تذكر الخلافات القديمة حتى لا توسع دائرة الخلاف الشرط الآخر في جلسة النقاش لا تعمم يعني لا تقول كل عائلتكم ها هي طبيعتها هذه طبيعتها كل أخواتك البنات يتصرفن نفس التصرفات كل مرة أقول لك أن لا تفعل أنت تفعنين وأنت لا تقول لزوجك دائما أنت لا تعطيني المال الذي أطلب دائما أنت لا تصدقني فيما أقول من يوم يومك ما كنت أنت معي منيح لا تعممي حتى في العلم حتى في الرسائل الجامعية العالية حتى في الإجازات الجامعية العالية يقولون إن من أخطاء التفكير العلمي التعميم عندما تقول كل الناس أشرار خطأ كل الناس أخيار خطأ كل أهل أهل الشام صالحون خطأ كل أهل البلد الفلاني طالحون خطأ كل الناس يحبون كل الناس يكرهون التعميم من أخطاء التفكير العلمي أنت في جلسة النقاش لا تعمم قل حدث الأمر الأول والثاني والثالث حدث هذان الأمران ولم أرضى عنهما لماذا؟ قولي له صار كذا وكذا وكذا ما هو وجهة نظرك في هذه المسألة لكن لا تقولي دائما أنت تفعل ودائما أنت لا تفعل لا تعمم ثم انتقد الفعل للشخص يعني قل أنا لا أحب الكلام الكثير على الهاتف ولا تقول أنت دائما تتكلمين على الهاتف وأنا لا أحبك قل أنا لا أحب الكلام الكثير على الهاتف قل أنا أشاهد بأنني عندما أعود إلى البيت لا أجد الطعام مهيئا وأنتظر ساعة ووقتي ضيق ولا تقول أنت دائما لا تضعين الطعام في الوقت المناسب انتقد الفعل ما هو الفعل الذي أزعجك من زوجتي أحيانا بعض الرجال يقول لزوجتي أنت لا تعلم كيف تدبر الأولاد أنت لا تتقن عملك مع زوجتي أنت إنسان غير جيدة طيب لماذا أنا غير جيدة؟ قل لي لماذا أنا غير جيدة؟ ربما هي لا تعلم الأمر الذي أغضبك منها اشرح لها الأمر الذي يزعجك حتى تبتعد عنه في المرة القادمة الآن من شروط جلسة النقاش أن تتكلم وأن تدعى الآخرين يتكلمون يعني لا تستأثر بالحديث كل الكلام تكلمته أنت طيب نعها تتكلم أبدا ولا كلمة لا تفتحي فمكي الله أكبر طيب نعني أتكلم أقول لك ماذا جرى؟ ربما تكون أنت المخطئ وأحيانا بالعكس المرأة ما شاء الله هي سريعة الكلام وهي سريعة الانفعال وهي التي تبكي وهي التي تشكي وهي التي تغوط على الأرض بعض النساء يتخذن هذا سلاحا يعني إذا بدأت جلسة النقاش ترفع صوتها ثم تبكي ثم تتنفس تنفسا سريعا ثم تقول له غوطنة جبل المي حتى لا تدعه يتكلم معها شيء تقول له والله الحمد لله نجحنا وربما علمت الجارة جارتها تقول أبدا إذا رأيت زوجك غضب اعملي حالك أنك ضغطي أو صفرنتي هذا ليس حلان لم يعلم زوجك ما المشكلة ولم تعلم أنت منه ما المشكلة والحق أن المشكلة لم تنحل الآن ولم تحل الآن ولم تصلح الآن ولكن المشكلة تجتمع في قلبه أو تجتمع في قلبك جلسة النقاش بحاجة إلى أن تتكلم أنت وأنت تتكلم زوجتك دعها تتكلم لتسمع منها وآخر شرط في شروط جلسة النقاش أنهي جلسة النقاش بمجموعة مقترحات فيها حلول يعني لا تضع حلا واحدا أنا أريد كذا وكذا وكذا وفقط أقول لك كلمة واحدة إما تفعلي أو لا تفعلي قولي الآن أو أم يا تفعلين يا ما تفعلين ضع مجموعة اقتراحات مجموعة حلول بإمكاننا أن نفعل كذا أو كذا أو كذا أو كذا أيها تختاري تعالي نختار مع بعضنا البعض اختارا واحد من هذه الحلول وابدأ مشيا نحوه أنت لا تقولي أنا أحد أمرين يا أمك في البيت يا أنا في البيت ما هذا الخيار الصعب الذي وضعت نفسك فيه مباشرة وبدون تفكير يا أيتها الأخت سيختار أمه لا تظني أن ابن سيختارك على أمه أبدا لا تضعي نفسك في هذا الخيار الصعب ولا إن اختارك الآن بعد أسبوعين سيذهب عنك نحو أمه لأن أمه هي التي خرج من بطنها وهو الذي شرب من حليبها لا تضعي نفسك في خيار صعب أنا أو أمك ضعي حلولا متعددة إذا كانت أمه عندكم في البيت تتدخل في أمور كثيرة قولي من الممكن أن يكون غرفة أمك ما رأيك أن نضعها الغرفة الجانبية في البيت وهناك مطبخ خاص مثلا بها ما رأيك مثلا نحن أن نعمل زيارات نغيب أسبوع عن البيت ونحضر أسبوع في البيت ما رأيك أن تكون أمك في زيارة في كل أسبوعين في بيت أخي من أخي ضعي مجموعة حلول ما رأيك أن تذهب أنت وأمك في سيران في نزهة وترتاح أنت ووالدتك ربما هي متعبة الآن هذا الذي سبب شيء ما رأيك أنا أن أذهب مثلا والأولاد نذهب إلى بيت أهلي يومين ثلاثة يتغير الوضع ونعود ما رأيك أن نغير ترتيب غرف المنزل المهم ضعي مجموعة حلول ثم اختار أنتما مع بعضكم البعض الحل الذي ترونه مناسبا هذه هي جلسة النقاش الفقرة الرابعة في طريقة احتواء المشاكل الزوجية الآن الفقرة الخامسة اعلم بأن الوقت كفيل بحل كثير من المشاكل الوقت كفيل كثير من الأمور تحل بالوقت أحيانا بعض الأزواج تصير مشكلة يريدون الحل في هذه الدقيقة في هذه الجلسة هذه الساعة الآن الآن نريد يا أخي رب العالمين وهو القادر على أن يخلق الدنيا بقوله كن فيكون ما خلقها بقوله كن فيكون وإنما خلقها بوقتين بأيام ستة بأيام سبعة ليعلمنا بأن الوقت مهم فلا تنتظر أن تحل المشكلة الآن مثلا زوجتك يا أخي تستيقظ متأخرة منذ تزوجتما وإلى الآن من سنة زوجتك كل يوم كل يوم كل يوم تستيقظ متأخرة أنت تضايقت من هذا الأمر أجريت جلسة نقاش قلت يا بنت الحلال أنا عم بيستيقظ على عملي الساعة سبعة استيقاظك عم بيكون في الساعة الثامنة أو التاسعة أنا أخرج من البيت دون إفطار أتعب في عملي ما هو الحل؟ الآن تدارسا مع بعضكم البعض لكن إعلام بأن الوقت له دور الآن زوجتك عمرها عشرون سنة هذه الفتاة صلى عشرون سنة في بيت أهلها تستيقظ في مثل هذه الساعة أو عشر سنوات لن تستطيع أن تغير استيقاظها بساعة واحدة يعني لو اتوفقت ما الآن وقالت لك خلاص لا تؤاخذني أنا من الغد سأستيقظ في الساعة الخامسة في الساعة السادسة لأجهز لك أمورك الحق من الغد لعلها لا تستطيع أن تفعل ولا بعد غد ولا بعده ولا بعده نريد أن ننتظر وقتاً أياماً وأحياناً شهوراً حتى تستطيع أن تغير برنامجها التي اعتادت في بيت أهلها وهنا وبين معترضتين أقول للأهل الذين تقدموا ابنتهم إلى الزواج ابنتك الآن عمرها ستعاش سنة سبتعاش سنة لا ترضى أن تستيقظ ابنتك الآن في التاسعة صباحاً غداً إذا زوجت ماذا سيحدث مع زوجها؟ دربها وهي في بيتك على تحمل الحياة المسؤولية الزوجية وهي في بيت أمها وأبيها حتى إذا ذهبت إلى الزوج صارت مستعدة اعلم بأن الوقت كفيل بحل عدد من المشكلة الوقت مهم جداً في كثير من الأمور حتى في الطب أنت تذهب إلى الطبيب يعطيك دواء أنت لا تشفى مباشرة ربما شفاك الله تعالى بعد أسبوع وربما بعد أسبوعين وربما بعد شهر وربما بعد شهرين وفي بعض الحالات العلاجية المتعلقة بالدماغ بعد سنتين وسنتين وثلاث سنوات المهم أن نستمر بالعلاج شيئاً فشيئاً ونصبر عسى الله عز وجل أن يجعل فرجاً ثم أقبل أيضاً بالحلول الصغيرة أحياناً تكون مشكلة كبيرة تقول الزوجة أنا من الممكن أن أصلح هذا الجانب جزء من المشكلة الكبيرة ارضى بالحل الصغير في خطوتين بعد حين نتدارك الحل الكبير إذا لم ينزل غيث كثير من السماء فمقبول إذا أكرمنا الله تعالى بالغيث القليل فإن لم يصبها وابل فطل إن لم يأتي مطر شديد كثيف متتابع إلى هذه الأرض فتنتفع به اللهم فطل يعني فالمطر الخفيف ارضى بالحل اليسير في خطوتين نحو حلين شاملين كبير النقطة قبل الأخيرة في طرق احتواء المشاكل الزوجية التعايش مع المشكلة الحق يا أيها الإخوة ما كل المشاكل تحل في مشاكل مزمنة يعني نقول في المثل العام في الشام فالج لا تعالج في مشاكل مزمنة لا تحل لذلك دبر حالك أن تتعايش مع المشكلة وعلى كل الأحوال إن شاء الله من هون لمية سنة بتروح المشكلة لأنك بتروح أنت أو بتروح زوجتك وتنتهي هذه المشكلة ما كل المشاكل تحل في نفسي الدقيقة أو تحل إطلاقا بعض المشاكل الحق أنها لا تعالج وأنت فيك بعض العيوب لا تعالج وزوجتك فيها بعض العيوب لا تعالج اسعى بالعلاج وبالخير انقدر الله تعالى أن يكون كان وأن لم يقدر الله تعالى أن يكون العلاج فالحمد لله على كل حال وعسى أن تكره شيئا وهو خير لكم كان بعض طلاب المعاهد الخاصة متفوقا في دراسته فكان باستمرار في امتحاناته يأخذ علامة 98 99 97 هكذا قريب من المئة هو قريب جدا من المئة لا يصل إلى المئة يعني يبقى علامة ناقصة أو علامتان قال له صاحبه مرة قال يا أخي والله أنت شاطر كثير ليش بس 98 99 كملهم هدون المئة يعني وصلهم للمئة قال والله لا أريد حتى لا أصاب بالعين وبالحسد خلي ناقصة علامة مرات في بيتك في مشكلة لا تعالج معلش بلاش ما تصيبك عين يعني إذا كانت كل مشاكلك وكل مشاكلك وكل أمورك تحل ربما تصاب بعين احمد الله على كل الحال حتى لو وجدت المشكلة آخر نصيحة في حل المشاكل الزوجية استشر ثقة بعيدا استشر من تثق به من الرجال أو أنت من النساء أو من الرجال على أن يكون ثقة موثوق بعقله وبدينه وعلى أن يكون بعيدا لا تستشر أباك وأمك لأن عاطفة الأبوة والأمومة ستدخل في القضية وسيعلمان أمور بيتك لا تستشيري أباك وأمك أختك لا تستشيري استشر ثقة بعيدا لأن العواطفة تلعب أو تفعل فعلتها في تحريك المشكلة باتجاه معين لكن البعيد من تثق بدينه وخلقه من شيخ فاضل أو عالم فاضل أو عالمة فاضلة إن شاء الله يعينك في حل مشاكلك أيها الإخوة كانت هذه حلقتان تحدثنا فيهما عن نقاط مهمة في احتواء المشاكل الزوجية نسأل الله تعالى لكم حياة طيبة هانئة فيها الخير والبركة ونلقاكم بإذن الله تعالى في حلقات قادمة من الدورة التأهلية للحياة الزوجية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رسول الله قد سنى الزواجة لكثرة النسل فبادر يا أخ الإسلام واخطب بذنة الأصل يزين قدها دين كساها حلة الفضل وأعطى طيبة مبسميها عبير المسك بالقول فتاة قلبها سكان يضم الزوج في حل فتاة قلبها سكان يضم الزوج في حل